نظر قباني لما كتب بيقول لو أحد يمنحني الأمان لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان قلت له يا سيد السلطان كلابك المفترسات مزقت ردائي ومغبروك دائما ورائي عيونهم ورائي أنوفهم ورائي أقدامهم ورائي كالقدر المحتوم كالقضاء يستجبون زوجتي ويكتبون عندهم أسماء أصدقائي يا حضرة السلطان لأنني اقتربت من أسوارك السماء لأني حاولت أن أكشف عن حزني وعن بلائي ضربت بالحزاء أرغمني جندك أن أأكل من حزائي يا سيد السلطان لقد خسرت الحرب مرتين لأن نصف شعبنا ليس له لسان ما قيمة الشعب الذي ليس له لسان لأن نصف شعبنا محاصر كالنمل والجرزان في داخل الجدران لو أحداً يمنحني الأمان من عسكر السلطان لقلت له لقد خسرت الحرب مرتين لأنك انفصلت عن قضية الإنسان لو أحد يمنحني الأمان ترجمة نانسي قنقر